أهلاً وسهلاً بك أخي الكريم نبدأ الآن بعد أن انتهينا من دراسة مستويات المجالات المختلفة للأهداف السلوكية في التوقف مع بعض الأمثلة التطبيقية على المجال المعرفي انظر معي إلى هذا الهدف أن يتعرف التلميذ على شروط صحة الصلاة وقل ما تعلمه في الدرس بشكل جيد هذا الهدف أيضاً أن يطبق التلميذ أركان الوضوء بشكل صحيح هذا الهدف أن يذكر التلميذ صورة الإخلاص بدون أخطاء ثم تعال معي لبعض الأمثلة التطبيقية على المجال الوجداني أرجو أن تقرأ الهدف معي وأن تحاول أن تصنفه إلى المستوى الذي ينتمي إليه أن يصغي التلميذ جيداً عند سماع القرآن الكريم أن يبد التلميذ رغبة في الانضمام إلى جماعة تحفيظ القرآن الكريم أن يشارك التلميذ في عمل تطوعي لخدمة بيئته المدرسية ثم أمثلة تطبيقية على المجال المهاري أرجو أن تقرأ معي كل هدف وأن تسعى إلى تصنيفه حسب المجال والمستوى الذي ينتمي إليه أن يتلو التلميذ صورة الملك أمام زملائه تلاوى جيدة أن يؤدي التلميذ صلاة الظهر في ضوء القواعد السليمة للصلاة أن يعدل التلميذ من جلسته في الصلاة وفقاً لما تعلمه في الدرس من سنن الصلاة في ضوء التطبيقات السابقة تعالوا نتوقف أمام صفات الهدف السلوكي الجيد ما الهدف السلوكي الذي يمكن أن نحكم له بالجودة؟ أولاً الهدف السلوكي الجيد يجب أن تكون صياغته واضحة ومحددة للسلوك المرغوب ثانياً يجب أن يكون قابلاً للقياس ثالثاً يجب أن يركز على سلوك الطالب وليس المعلم رابعاً يجب أن يصف نواتج التعلم لا أنشطة التعلم خامساً يجب أن يكون بسيطاً يتضمن فعلاً سلوكياً واحداً لا أكثر من فعل سلوكي سادساً يجب أن يشتمل على الحد الأدنى للأداء حتى نوضح ما سبق ما المقصود بتحديد الهدف بدقة تعالوا نقرأ معاً هذا الهدف أن تزداد قدرة التلميذ على القراءة هذا هدف عام كيف يمكن أن نعدل في صياغة هذا الهدف ليصبح هدفاً سلوكياً جيداً وصحيحاً ومقبولاً نعم أن يقرأ التلميذ نص الحديث الأول دون أخطاء تزيد عن ثلاثة هكذا اتصف الهدف بالدقة هذا هدف سلوكي دقيق قابلية الهدف للقياس ما معنى أن يكون الهدف قابلاً للقياس؟ تعال معي نقرأ هذا الهدف أن يفهم التلميذ حكم الإخفاء الشفوي هذا هدف لا نستطيع من خلاله قياس حصيلة التلميذ لأن الفهم عملية داخلية لا يمكن أن نستدل على حدوثها بشكل مباشر كيف يمكن أن نعدل صياغة هذا الهدف ليصبح هدفاً سلوكياً صحيحاً ومقبولاً؟ اقرأ معي أن يستخرج التلميذ حرف الإخفاء الشفوي من الأمثلة المعروضة أمامه نعم هذا هدف سلوكي صحيح وجود حد أدنى للأداء في الهدف ما معنى ذلك؟ اقرأ معي هذا الهدف أن يمثل التلميذ لجمع المذكر السالم هذا هدف لا يوجد به حد كمي أو زمني كيف يمكن أن نعدل هذا الهدف؟ اقرأ معي أن يمثل التلميذ بثلاثة أمثلة لجمع المذكر السالم هنا وضعنا حداً كمياً وهو ثلاثة أمثلة هكذا أصبح الهدف يتضمن حداً أدنى للأداء رابعاً وصف سلوك الطالب ما معنى هذا المعيار؟ اقرأ معي هذا الهدف أن أوضح للتلميذ أفكار نص القراءة الأساسية هذا الهدف يركز على نشاط المعلم كيف يمكن أن نعدل صياغة هذا الهدف ليكون صحيحاً ومقبولاً؟ نعم أن يوضح التلميذ ثلاثة من أفكار نص القراءة الأساسية هنا نقلت النشاط من التركيز على المعلم أن أوضح إلى التركيز على التلميذ أو المتعلم أو الطالب أن يوضح التلميذ خامساً أن يركز الهدف على ناتج التعلم ما معنى ذلك؟ اقرأ معي هذا الهدف أن يتدرب التلميذ على حكم الإضغام في ثلاثة أمثلة هذا الهدف يركز على نشاط التعلم كيف يمكن أن ننقل هذا الهدف؟ من التركيز على نشاط التعلم إلى التركيز على ناتج التعلم اقرأ معي أن يضغم التلميذ النون الساكنة بالميم في الأمثلة الثلاثة هكذا نقلت الهدف من التركيز على النشاط إلى التركيز على الناتج سادساً تركيب الهدف ما المقصود بتركيب الهدف؟ اقرأ معي أن يستخرج التلميذ حكم الصلاة من الآية ثم يشرحها هذا الهدف يحتوي على أكثر من فعل سلوكي كيف يمكن أن نعدل هذا الهدف؟ اقرأ معي الهدف الصحيح أن يستخرج التلميذ أو الطالب حكم الصلاة من الآية هنا اكتفينا بفعل سلوكي واحد يدل على أن هذا الهدف بسيط أما الهدف السابق فقد كان يتضمن فعلين سلوكيين يستخرج ثم يشرح وهذا هدف مركب غير صحيح